درجة العادة والأعراف السياسية في مختلف الدول العالم على الاحتفال باليوم الوطني كمناسبة تجمع أطياف ومكونات الدولة على تأريخ متفق عليه ويكون في الأعم الأغلب يوم الاستقلال لكن العراق كان من الدول التي اختطت لنفسها نهجا مختلفا في اختيار اليوم الوطني من خلال تحديد الرابع عشر من تموز للاحتفال بتلك المناسبة وهي ذكرى انهاء فترة الحكم الملكي وبدء العهد الجمهوري عام 58 وتسعمائة وألف لكن مجلس الوزراء طرح في جلسته الأخير موضوع العودة إلى ذكرى انهاء الانتداب البريطاني وانضمام العراق كدولة كاملة العغوية إلى عصبة الأمم في الثالث من تشرين الأول عام 1932 واختياره ليكون يوما وطنيا للبلاد التأريخ المقترح يحمل الكثير من الدلالات التي لا يمكن التغافل عنها فهو اليوم الذي تم فيه انهاء السبعة عشر عاما من الاحتلال والانتداب البريطاني وما سبقه من فترة سيطرة عثمانية دامت نحو أربعة قرون وهو ما جعل العراق من أوائل الدول التي نالت الاستقلال بين نظرائه بالدول العربية والشرق الأوسط عموما قراءة تاريخية لمجريات الأحداث تكشف لنا عن الصعوبات والعقبات التي تخطاها العراق متمثلا بالملك فيصل الأول والسياسي المحنك نور السعيد لنيل استقلاله من خلال سلسلة من المعاهدات مع بريطانيا التي كانت الدولة الأقوى عالميا كانت خاتمتها معاهدة عام 1930 والتي نصت على أن القواعد البريطانية بالعراق لن تشكل بأي حال من الأحوال قوة احتلال ولن تمثل أي خرق للحقوق السيادية للبلاد إضافة إلى الجهود الحثيثة المبذولة بشأن ملف ولاية الموصل وإنهاء المطالبات التركية بها والتي كانت شرطا أساسيا مهد تحقيقه لحسم انضمام العراق لعصبة الأمم التأريخ المقترح سيكون بنظر الكثيرين مناسبة تجمع غالبية العراقيين إن لم نبالغ ونقول جميعهم لأن الرابع عشر من تموز يعتبر تاريخا مختلفا عليه لما يحمله من تداعيات وذكريات يعتبرها البعض أليمة ودموية لا تليق ببلد يحمل إرث حضارة تمتد إلى آلاف السنين ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قدوية ترجمة نانسي قنقر